أنا شفت الصور، ما عمالش إزالة تمّا كان إزالة لبعض الحوائط وأجزاء منها كانت أسرة كانت أسرة في العقار الساعة؟ لا إحنا 78 شقة، الدور فيه 6 شقة في 13 دور وكان فيها 14 كمان، كان فيها عمال فوق، كان بالوينش ما عرفش أماته ولا حصل لهم أيه برضو أنا الصبحة مش عارفة كتساعة كان بس تقريباً كتساعة تسعة كنت نايمة صحيت برضو على حد بيقول الحاول العمارة بتقع العمارة بتقع، لقيت حاجة بتتهبد رحت حتى الدليفوني كان جنبي أنا ما قدرت شغل أي حاجة كل حاجتي متعلقاتي كلها شخصية فوق هدومي، الأوراق بتاعت البيت، عقد الملكية أنا ملكة مش معجرة في دهبي حاجتي كل حاجة فوق أنا دلوقتي بطالب إن الحاجة دي أنا في الجزء اللي ما نهارش أنا شقة من الشقة اللي ما نهرتش وبطالب أي حد من إنقاذ المدني أي حد وبطالب برضو بشقة لينا تعوين عن اللي حصل ده لأن ده كان إهمال وفساد برضو مشترك في الحي أنا على قد ما هم بيمروا وأنا بشوفهم بيعملوا إزالة بس بيهتموا بإزالة المحلات وإزالة الحاجات اللي هي العادية يعني لكن دي مباني، أنا نفسي قلت للمقاول ده منشأة قديمة الرئيس عبدالفتاح السيسي مانع البنى خصوصاً في المنشأات القديمة وروحت عملت برضو محضر بسرقة كهرباء للعمارة جم قطعوا كهرباء للعمارة وفصلوا أسانسير واحد كان برضو بلاغي للأسانسيرات إن الأسانسيرات غير أدمية للسكان جم قطع أسانسير وسابت تاني طبعاً أنا حافظة الأسماء وعرفة وكان معي أوراق كمان بتدل على إن شرفكة الكهرباء أخدت رشوة 9000 جنيه وأنا مسؤولة عن الكلام ده طبعاً اللي قدتهم هي رئيس الاتحاد وكان معاها مساعد اسمه أنور أنور ده ده دلوقتي إياه الله أعلم بيقوله ماتت بس هي غالباً هربت إن عيالها نزلوا أنور ده كان بيدعي إنه هو محامي في الحي كان معرف الموظفين متقرحين إنه هو محامي اكتشفت من العمال الحرص إنه هو سمسار واجهته قال لي طلع لي بطايق كده بإنه هو صحفي ولا يمت المحامى بأي صلة كانت أي موكلة في البيع والشراء وتخليص الأوراق بتعيثها في الحي وهو ده اللي كان بيتفق مع الموظفين هناك عشان يخلصوا الأور بالرشوة وتمت لي مكالمة في قلب الحي لو في تسجيلات يعرفوا يطلعوها كانت الموظفة اسمها رحاب المسؤولة عن الإنشاء والترميمات والحاجات دي قلت لها الدنيا ماشية ازاي وفي رشوة ولا مفيش رشوة دي كانت مكالمة أرضي مني للحي في قلب الحي وأنا وقفة وأنا بتواجه معانور ده فدلواتي احنا نتصرف ازاي في ناس ثانية بردو ليها شائتين وثلاثة واربعة وأنا والدي متوفي لا 78 78 شائعة 78 شائعة مية كتيرة ويتأجر مصيف نص العمارة بتتأجر مصيف أنا عايشة مع والدتي ووالدي متوفي وقبل ما يتوفى كان عنده فشل كلاوي وباترف رجله الاثنين دلواتي أنا كل حاجة اللي هي في العمارة يعني أنا كل حاجة في الشقة وأنا من الشقة اللي مش ما اتضررتش فأنا بطالب إن أي إنقاذ أي حد يطلع يجيب حاجتي دي حتى موبايلي كان جانبي على السرير أنا من الفجعة ما عرفتش حتى مدي يدي أخدوه وعليه كل الدلائل وكل الحاجات اللي حاصلة والبلغات اللي أنا بلغتها للحي وللإسم حيمنتزع أول حيمنتزع أول في فساد حيمنتزع أول في فساد وأنا دلواتي أنا بطالب برضو بتعودنا بطالب بتعودنا بشقة سكنية أخرى يعني كل حد كان متضرر في العمارة ينحقه في البلد إن هو يجيله حاجة تانية شقة تانية ما اسكن أنا واحدة من الناس أنا هروح فين أنا انشقتي دي كان بإسمي وكان والدي بيقول لي دي هعملك بها مستقبلك دلوقتي أنا كده مستقبلي راح أنا شقتي راحت يا بي أنا من فيه والحجة دي برضو كانت عاملة بلاغات معايا عاملت بلاغ لرئاس الوزراء جي رأس الوزراء أنا بقالي سنتين بهاتي معاهو دي شكوى ودي الرقم بتاعها جي رأس الوزراء قلتوا هم العمارة حتوا على الصرف الساحل واحدة بتهد في العمويت من تحت من الفناتين ايه؟ أنا وسط عايشة عربة عربة وكتبيني على الجروب النحنات كتبيني على الجروب ايه؟ المشكلة ايه؟ بص المشكلة ان البوابة حطت في دماغ واحدة عايزة تحتجن عايزة تبقى غنية زي قريبة اللي مسكين العمارة دي والمسكين فهي قعدت حتتجن على الفلوس فمسكت افقر واحدة في العمارة قالت لها همسكت فلوس عمرك ما تحلمي بيه هل؟ راح اتجابت واحدة كوافرة في زاكنف داخلي فقالت لها قولي من عيالك واقعهم الأسانسير عشان تقدقي ان انش تشتغلي على السكان اكتر السكان قاعدين في الكويت في الامارات قاعدين برا اكترهم فعلا يمولولها يمولولها اربعين الف جنيه تلاتين الف جنيه كالطلبة تلاتين الف جنيه من كل شأن انت متوقع؟ تلاتين الف فجات عليها ومقابل انها هتعمل قيالة الأسانسير ويعبعيالها قيالة الأسانسير عايزة تعمل سيونة يعني؟ عايزة ما هتدخل عن طريق الموضوع ده هتسحب قلوس ازاي؟ تماما انا اكت بتبقى ايه؟ قلت لها مش هتحطي مش هتدرب يتوبة في العمارة العمارة قديمة العمارة قديمة بيتقول لها كده ايه؟ خمسين سنة بلا خمسين سنة اه خمسين سنة اه خمسين سنة يا ساتي انا ليا شقة انا ليا شقة فيها طي السمين المهمة راحت جات بقى انا بقى قاعدة سيف شدة راح اجاة عليهم فاجعت راح اتعمل اتي وقفت عليها الأسانسير وقفت عليها وانا نزله وقالت لي انتي بتعمليلي محضر يا مره يا كازا يا مهمة عالفظ انا روحت بقى للنيابة في المنشية يروح بقى بص يخذ المحاضرة هي اللي انا عاملها مش مع حضار ده انا عملت محاضرة بسببها والبوابها وروحوا مقول الاتنين وقفوا عليها الأسانسير حتتفعي وغصب عنك حتتفعي رحت للحي طيب الحلال عم يا فندا رحت للحي بص بقى يا ابني الحي كله كالفلوس كله كالفلوس كانوا بيجوم ويمشوا يعملوا ايه؟ يشيروا باب يهدوا حتتفعي هو المفروض مش لما بيبقى فيه ترميم ولا حاجة بيبقى فيه قرار ياللي عايز يصلى حاجة أو يغير حاجة الله ينور عليك جيت قلت لهم قلت لهم قلت لهم اي عملت التحاد الشغلين ازاي بناءًا مين اللي مضالها؟ مين المضال؟ محدث مدع تحاد تحمد مليون مليون ومتين هادي الزعم اللي بتاع الفيلا كان بقى هادي الزعم اللي بتاع الفيلا كان بقى جابت واحد جابت اخر خلص من شهرين؟ من شهرين؟ تحمد، يقول لي ناقص من الوحن عليك اللي شهرين؟ انا زبعة خمس وخمسين لها دير خمس وخمسين لها دير خمس وخمسين لها دير خمس وخمسين لها دير خمس الترميم بقى المدرمية ترميح لشوفت حاجة طب تدفع الهدف الحمام وغيروا في نظام الشقة جابت واحد فقالي شهرين؟ يعني المنهيار بسبب؟ بسبب تغيير في أنزمة الشقة الشقة اللي تبيعت وبسبب ان البولة بتاع للـ 14 كان بيقول لنا حاجة عديمة لسه كانت بتتبنى حديثة بحديث باله أكثر من شهرين أكثر عشان أنا في المواد ده من شهر واحد أنا بلقت على الأساسير أنا بلقت على الأساسير لأ واحد دخل هيا جايبة واحد فلطوقي على فكرة كل اللي ساعدوها برضو السكان اللي دفعوها اللي دفعوا أنا بقى أتكلموا اللي كانوا بيحربونا اللي كانوا بيحربونا وإحنا هنا كنا إحنا اللي وحشينش إحنا اللي بيمبلغ وهم يعودوا يقولولها اه تمام اه تمام بسبب قولة مخالف الدور الرابع عشر وتغيير في أنظمة الشعر تمام؟ وعلى أساس ان هي بتعمل ترميم هي ما كانش فيه ترميم هي اللي غيارته في المنور عمل راشح تاني اللي عملته في المنور المنور راجعت ترشح مية تاني يعني اصلا في الاول كانت سليمة اساسا يعني ما كانش فيها مية دلوتي بقت ترشح في مية ان جاري اللي تحت قال لهم يا جماعة انتم وشوفو لكم صرفة في المية اللي عملة ترشح دي من المواسير البتاع المنور من تحت بتاع الحمام الراجي كان بيقول لي السباك انا هحفر هحفر تحت هتحفر ايه اذا كان المية اصلا وقفة هتحفر تاني دخل المية تحت العمارة كم شقة اهولة بالسكان؟ 78 شقة موجودة دلوتي حاليا فيها مصيف كتير جدا انا مش هادر اعدلك يعني فيه ناس كانوا اعجابين مصيفة؟ فيه ناس ممكن تكون فيه ناس تحت الانقاط كمان يعني انا مش هادر اعد عشان كده انا معرفهمش يقول لهم انا عرف بس جاري اللي تحت جاري اللي جنبي اللي ما طلعش ده محمد ياسر ده برضو ده يعتبر شهيد انا يا ربي كن طلع او يحد اقنقذوا ولا ما اتنقذش انا مش عارفة انتو حد اكيد لكم ان حد توفى؟ ايوا مامتو وبابا قالوا لي محمد مات هما بيخبطوا عليه شنرحوني وعلى السابق؟ قالوا لي واقع وانا بابوس عشان ايه في السابق كل واحد سابق كان بيجري معايا الولد ده الولد ده كان بيجري معايا كان بيجري معايا يمين وشمال يعني انا سنتين بنجري ما سنتماش وقفت الاساسر خلتنا نطلع على رجلنا نطلع على رجلنا تلات شهور تلات شهور وقفت عارف البلطقة البلطقة كان الواجل بتاع القهوة لمنه لله كان مساعد تلات شهور انا والدي ست كبيرة والدي ست كبيرة والدي متوفى كنت بقول لها يعني قلت لها هزير هاتي هاتي الكارت بتاع الاساسير عشان ماما عشاني وماما كلمتها كذا مرة قلت لها يعني بسكل مباشر قدريت بتتكلم صاحبة العمارة هي مش صاحبة العمارة يا رئيسة التحاد الملاك همال هو مالك واحد لا المرة قديمة بقالها حوالي خمسين سنة دلوقتي لكت هي عادة في الدور التاسع بس دلوقتي قالوا اصلي ماتت اصلي شعرف ايه ويه اكيد هربت هي هربت لان عيالها نزلوا تمام اه دي انا تمت المواجهة ما بيني وما بينها برضو قلت لها قبل كده كانت كل ما تشوفني عشان تغالوش على الموضوع قدام الناس عندما تبقى فيه اجتماع وانا دخلها في المدخل العمارة تقول لي زاكي ايه عاملة ايه عشان تباين للناس ان انا ايه اللي شاكية عشان ايه كانت بتكتب كده على الجروب فيه شكاوي وفيه محاضر بتتعمل ضدي وما حدش يعرف يزيني ايه كانت تكتب كده وانا كنت باشتكي وبحذر وبعمل وبعمل بلاغات وبعمل محاضر اساس التحذير بتاعك ان يا جماعة ما ينفعش تعدله ما ينفعش ولا تعدله ولا تبنه يعني المحضر بتاعي بالبنى المخالف في الدور الاربعتاشر انا كنت ببلغ برقم تلاتة الاف تلاتمائة وتلاتين الدور مبني يعني انا في الموال ده من شهر واحد مثلا في القصة دي بتاعت اللي هو جاء شرب انا شفته وانا دخلة وكان هو وقف مع البوابة والبواب ومع هدير وكانوا بيتفقوا على البيع اه تاني يوم حصلت مواجهة ما بيني ومينه على السلم وهو نازل اه فوانا وقفة بكلمة ادردي قال لي هو فيه مشكلة ولا ايه قلت له حضرتك قلت له حضرتك انت قلت له حضرتك انت شاري جديد اه حضرتك مقاول قال لي انا enm fis مقاول انا حبني دور ال الهربعتاشر لاي انا وعيالي والخمستاشر انا معايا ورق رسمي قلت له ولا قلت له� Everybody said العبد الفتاح السيسي منع البوناء JAMES F wirdافة منع البوناء خصوصا من البوناء الخصوص الأي بوناء عن المنشأة كمان قديمة بقىhero 50 سنة فكنت بحارب سنتتنقية لم تحتمل انيته كان بيجي الحييه منتزئ أول اناneh Extreme me اماكن في فساد حيه منتزئ أول لان انا رحت وبدليل الفساد ان هي قادرة تطلع قرار ان هي رئيس الاتحاد بدون واجهة حق ومن غير ما انا اكون ماضية لها وفي ناس كثير ما ماضيتش برضو من السكان منهم محمد ياسر اللي مات ده برضو تحت العنقاض المهندس اللي ممتوحة الجن يعني ده زنبو ايه ده كان يقول انا اول واحد حقا تحت السفع يوحة علي فوقيا وهو فعلا انا هو اللي كان عمالي يساعق يقول الحقا هو اللي مات انا سمعت صوتو لحد ما انا مشتيع لقيت بابا ومامته جيني خبطوا علي كان حقا يعني انا صحيحة تسعى تقريبا انا او حاجة انا مخدتش باني انا حد مبسطش في التليفون معرفتش اخدو ما نحقتش ما كانش فيه اي سابق سنزور ما اول امبارح اول امبارح حسيت سرير كتساربعة ونص الفجر كان حاجة خبطت السرير قلت الوالدي دي ماما انا دهري حتى ادهري وجعني من الخبطة بتاعت السرير قلت لها ماما ده زلزال حدخل اشوفها انت فيه زلزال ولا لا دخلت ملقيتش فيه زلزال قلت لها كده فيه حاجة تقريبا تحجرها غلط بتحصل ثلاث مرة ويحصل في نفس اليوم اول امبارح قلت لي لا لا ده ممكن زلزال او حاجة فدخلت نمت دخلت نمت عادي بس انا بأكد ان كان فيه قرار اخلاق جاي الهدير ده وهي ماضت عليه بنيابة عن بقى السكان انا انا معايا الصور من الاوراق دي انا معايا بس انا مش معايا دلوقتي انا حاجة كل فوق كل دور فيه ست شواء وهي 13 دور والا 14 اتبنى كان فيه راجل كان فيه معاه والفوق معاه وعمال بعد ست شواء من الاوراق وعمال والداي 87 بال13 من غير العرباطاشر من غير العرباطاشر العرباطاشر ده تبنى برضو ست شواء بس ما كانش لسه كان لسه بيابني اه ووا كان فوق وكان فيه عمال فوق بومش ما يقون يقون فيه عمل تحت العنقاض الله اعلم كان فيه ونش وفيه عمل وهو معرفش نزل لا أنا نزلها في سلم لقيت مراته ويقول ما تخافوش ما تخافوش ما نخافش إزاي كان البيت بيقع أيتي تقولي ما تخافوش طبعا اختفوا ونزل كله مختفوا ولا هو لا هدير ولا وهدير عائلة نزيل يقولوا دي ماما ماتت ماما ماتتش ماما هربت هربت ماما هربت اللي هي هدير هدير أحمد محمد فرغلي أنا ببلغ أنا هدير أحمد محمد فرغلي رئيسة اتحاد برج السلام خمسة شارع خليل حمادة أكيد دي هربت أنا بطالب بحبسها لأن أتم اللي بلغة عنها وعمل محاضر ليها مني ومن سكان تانين لمت مليون ونص لمت مليون ونص من السكان ومنعتني أنا والدتي ثلاث شهور من المصعد وبنطلع على رجلنا كعقاب لنا أن احنا ما دفعناش وش عايزين ندفع مش عايزة أدفع لشان أنا كنت عارفة أن ده اللي هيحصل كنت عارفة أن ده اللي هيحصل ومن طمعها خلت المقاول يجي ياخد الدور الـ 14 وكان بتطلبه بـ 240 ألف كان بتقول له كان بيقول لي أنا حديها لسه 240 ألف ده ده ما أنا فيش معاولين ملحق العمارة هو هاني ده لا ده كان بتجيب لس بس اللي هي اه ايوة ده راشاوي اتخذت بالحياة ايوة ايوة هو ده اللي أخد الدور الـ 14 وبناه في اللي كان بيقول لي نحاوط فيه أنا وعيالي عيالي إيه اللي حاتم للست شوعة ده ده ست شوعة كان حيباحوا وكان ممكن يابني 15 لو كان ده أكمل أصلا كان محمد ياسر ده اللي وقع تحت الأنقاد ييجي يقول لنا كان بيجي يقول لي البيت كان بيجي يقول لنا البيت حيقع للا فيه أربعة فيه أربعة ممكن كان معدّيين مش شرط يكون مسكرار كان محمد ياسر ده كان بيقول كان بيجي يقول لي البيت حيقع وكان مديني ورق ورقم حاضر اول محضر اول منتزه ثاني محضر اول اتنين وعشرين واحد سف انا كنت عاملها بالدهر خلي بالكم العمارة حتوقها خلي بالكم الستة بتلعب في العمويد البت الستة مكنش معها مكنش معها مكنش معها مكنش معها التحاد ملاب مكنش معها التحاد شغلين وكابة اشتغل اللى هات أو صوريته والبعتم اتحتش شغلين بالتزوير وعمالك في الحي وخادوا الستة بتاعت الحي وحققوهم معها وطلعوها واي مسلا تعمل عليك مش حارط اين ايوة ايوة وكان في دراجة ان هم حافزوا شكلي في الحي حافزوني انا شعريمش محجبة حفزوني حافزوا شكلي كلا المحاضر دي الفيندينو بس هنقول ايه يعني في الاخر هنقول ايه احنا دلوقتي بقى بنشوف المصيبة اللي احنا وعانا فيها دي بنطالب ان اي حد ليه شقة في العمارة دي يجيلو حقه وياخد شقةته ويبقى ليه حقه في الارض زي ما مكتوف العقود حتى لو حد ما طالعه ما احنا احنا عقودنا فوق احنا هنجيب العقد ازاي يعني والحي يقول لك الورق اه اه اتحرق الورق المحروق بتاع رخصة العمارة العمارة دلوقتي كده يعني طب احنا نعمل ايه يعني محروف مش عارفة من الثورة احنا نعمل ايه ما فيش اي وسيلة تانية يعني كده مسلا امور دي هتبقى كده رماض بدون اي دليل اولا الحي يقول لك اه اصتحرق 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 بس محروف من 2011 بس اكيد فيه اي مستند تاني يثبت موقع العمارة اكيد دي يثبت موقع ويثبت ان احنا دينا حق بالاسماء انا لسه واحدة لسه عاملة صحيح التوقيع مباليش سنة لديكي حسة في الارض ولسه مسجلة صحة التوقيع واته محروف حسة في الارض الان ما عملتش وولو استاذا لها لها تلات شوعة في العمارة فيلت لسه لشوعة مخدش اي حاجة ولا عملت اي حاجة وفراشتها وضبته ومعملت ش اي حاجة يعني الفلوس ضاعت ضاع هاذبقي الله ونعمل اقي هادركين في المقيمة من زمان انا لسه شارية بالشهرين شارية بالشهرين شارية بالشهرين شاريتكي بكم بريد بشارة في شوها بـ 620-625 ربما يو 50 يعني حوالي ودخلها في 2 مليون جنيه خسايا لا 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 تغير التوديم؟ حسبية الله ونعملوكي إن شاء الله حسبية الله ونعملوكي إن شاء الله ربنا هيعوض عليكي وحاملو يغراض إذن الله أنا بناشر دلوتي رويس عبدالفتاح السيسي أنا واحدة من ضمن الناس دلوتي أنا والدي متوفي وكان عنده باتر وكان عنده باتر في رجلو الاثنين وفشل كلاوي صرفنا عليه كل الفلوس اللي حلتنا واللي معانا وحكتي كلها دلوتي فوق يعني دهبي حكتي متعلقاتي الشخصية أنا عجيب كل ده إزاي أنا هادر عجيبه إزاي فمناش داي حد من الإنقاذ يطلع معايا أنا من الجزء اللي لسه ما تدررش يطلع معايا حد يوفر لنا سكن بديل حد يدينا سكن بديل يدينا فلوسنا اللي روح يدي لا معايا بطاقة ولا معايا بيزي ولا معايا حاجة ولا معايا حاجة أجيب أنا منين تانية أجيب حكتي دي شواري وحكتي أنا غير متزوجة شواري كل حاجة فوق إما حتتسرق إما حينزلوها يعني فأنا دلوقتي أنا بناشد أي حد بناشد رئيس الجمهورية بناشد المحافز اسكندريا اللي كان موجود واللي ما رضاش يكلمنا ما رضاش يكلمنا يجيب لنا سكن بديل أنا عارفة أنا كنت بتفرج على الناس دي في التليفزيون اللي بيهن بيهن